الموارد الطبيعية هل يمكنك أن تناوليني كوبة الماء يا فاطمة؟ تفضلي يا أمي شكرا لك يا ابنتي سبحان الله الذي جعل لنا الماء متاحا دائما ولماذا يكون الماء متاحا دائما؟ لأن الماء من صنع الله مثل الهواء وهما من الموارد الطبيعية في هذا الكون وما هي الموارد الطبيعية يا أمي؟ الموارد الطبيعية هي أشياء موجودة في الطبيعة تستخدمها المخلوقات الحية وهي ضرورية لبقاء تلك المخلوقات الحية بالفعل يا أمي فالماء والهواء من ضروريات بقاء المخلوقات على قيد الحياة وكذلك الغذاء يا ابنتي والمواد التي يستخدمها الإنسان في صناعاته المختلفة وما هي أنواع الموارد الطبيعية التي نستخدمها؟ تنقسم الموارد الطبيعية إلى قسمين الأول الموارد المتجددة Renewable Resources الثاني الموارد غير المتجددة Non-Renewable Resources وما هي الموارد المتجددة؟ الموارد المتجددة هي موارد يمكن تعويضها خلال مئة عام أو أقل وهل لها أمثلة؟ نعم، فمن أهم الموارد المتجددة 1. الشمس كمصدر للحرارة والضوء 2. الأمطار كمصدر للمياه على سطح الأرض 3. الأكسوجين وكيف يتجدد الأكسوجين؟ يتجدد الأكسوجين من خلال عملية البناء الضوئي التي تقوم بها النباتات وما هي الموارد غير المتجددة؟ هي مصادر لا يمكن تعويضها طبيعياً خلال مئة عام آه، معنى هذا أن معدل استهلاكها أكبر من معدل تعويضها؟ نعم يا فاطمة وهل هناك أمثلة على هذه الموارد؟ نعم، فمن أمثلة الموارد غير المتجددة 4. النفط، لأن تعويضه يحتاج لملايين السنين 5. المعادن والفلزات الموجودة في القشرة الأرضية التي نستخدمها في الصناعات المختلفة مثل الحديد والنحاس والذهب والفضة والألومنيوم واليورانيوم وغيرها شكراً يا أمي، لقد تعلمت كثيراً اليوم يمكننا تلخيص ما تعلمناه فيما يلي الموارد الطبيعية هي أشياء موجودة في الطبيعة تستخدمها المخلوقات الحية تنقسم الموارد الطبيعية إلى قسمين الأول هي الموارد المتجددة Renewable Resources ومن أمثلتها الشمس الأمطار الأكسوجين الثاني هي الموارد غير المتجددة Non-Renewable Resources ومن أمثلتها النفط المعادن والفلزات الموجودة في القشرة الأرضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر